الدواجن أو اللحوم البيضاء من أهم مصادر التغذية اللي بيحرص عليها المواطن المصري تحديداً يمكن يعني أساسي في المائدة المصرية بتاعته يمكن دايماً ما بيهرب المواطن المصري للجوء للدواجن لم يلاقي فيه غلاء في زياد أسعار اللحوم طبعاً نظراً ليه تمتعة بالكثير من القيم الغذية المفيدة والمهمة جداً لجسم الإنسان علماءنا في هذا المجال كان لهم دور كبير جداً في استحداث الكثير من الطرق التي من خلالها تربية الدواجن والحفاظ على السلالة وأيضاً النهوض بصحة الدواجن بصفة عامل نحاول نتكلم في هذه الموضوعات النهاردة مع ضيفي الدكتور أحمد حسين أستاذ تغذية الدواجن وأمين لجنة الاختراعات بجمع الدول العربية أهلاً بيك يا دكتور أهلاً بسهلاً بسهلاً بحضرت أهمية تربية الدواجن بصفة عامل زي نوفر بيئة ملائمة حتى نمهض بصناعة أو زراعة الدواجن وإحنا عندنا مشكلة في مصر أن نصيب الفرد من البروتين الحيواني متدني تمامي يوصل 16 جرام الدول المتقدمة بيتقاس نصيب الفرد فيها بحجم نصيب الفرد كل ما يزيد نصيب الفرد من البروتين الحيواني ده بيبقى مؤشر لتقدم الدول تمامي الدول اللي برة بيبقى يوصل نصيب الفرد لأربعين جرام نعم عشان كده الدواجن شيء مهم جداً بالنسبة للإنسان المصري تمامي والنسبة للقوة اللبنية بتاعته والنسبة للتغذية بتاعته تمامي إحنا الحمد لله في المعهد والوزارة يديرنا أن إحنا من خلال التشريعات ومن خلال أن إحنا نحط مواصفات لمواد العلاف وتسجيلتها وحاجة زي كده جميع أن إحنا نعمل الحمد لله طفرة في الموضوع الدواجن نعم رغم أن إحنا نستورد مستلزمات كتير للدواجن من درجة أن كيلو الدواجن النهاردة أرخص من كيلو الجبنة الإسطنبولية الظبط ووصلنا أن فترة مفترات طبعاً لإكتفاء الزاتي من الدواجن ودلوقتي عندنا إكتفاء الزاتي يا فنم عندنا نسبة كبيرة من إكتفاء الزاتي نتمنى نسبة كبيرة وإن شاء الله هنوصل لأن الموضوع بتاع أمفرونزة طيور أثر شوية على الإنتاجية بتاعت الدواجن هل في تطورات خاصة بموضوع الإنفرونزة الطيور أو الحمد لله تم مسيطرة على الموضوع؟ حضرتك معليش الموضوع بتاع أمفرونزة الطيور ده يعني أنا أساساً تغذية الدواجن فأنا هتكلم من البعد اللي إحنا إيه جديد أنا مع حضرتك بس يعني بصفة عامة أو بواجهة عامة حالياً حالياً الموضوع يعني الحمد لله فيه كنترول جامد السيطرة عليه لأنا بتكلم عليه إن إحنا إيه الجديد اللي إحنا قدمناه بالنسبة للدواجن إحنا فيه دلوقتي على مستوى العالم فيه حاجة اسمها الانتجريتد سيستيم اللي هي المشاريع المدمجة إزاي إن أنا أمعظم الإنتاجية في وحدة المساحة فأنا لقيت إن الصوب الزراعية بتاعتنا بيبقى فيه فترة خلال السنة أربع شهور الصوبة عطلانة اللي بيسموها بين العروات وبعضها فالحمد لله قدرنا إن إحنا نعمل نحول الصوبة الزراعية لمزرعة الدواجن ببعض التغييرات جوه في الفرشة وفي التهوية وأمكننا بالفعل من إنتاج دور الدواجن في إحدى الصوب التابعة لوزارة الزراعة تمام إحنا بنقدم نموذج للناس على أساس إن حضرتك فيه أماكن كتير بتبقى عملية إنشاء عمبر للدواجن عملية مكلفة جدا سنين بنحاولنا معظم الاستفادة من الصوبة الزراعية عملية برضو إن ما بيقدرش يستفيد بكامل الإنتاج اللي في الصوبة نتيجة عملية التخزين وعملية النقل فده بيأثر على نوعية الخضار اللي بيبقى مزروع في الصوبة فإذا إحنا ممكن نديله حل إنه ممكن جزء من الصوبة بيعمله مزرعة دواجن ويرجع بعد كده يستفيد بالسابلة الموجودة في الزراعة تاني إذا بقى ندينا عملية تربية الدواجن خاصة في الصوبة الزراعية زي ما حدك ذكرت يعني إدارة الإدارة المسرح حتى نحصل طبعا على أفضل إنتاجية وما يكونش عندنا الحمد لله أي تهديدات بالإصابة ممكن بأي مرض يواجه هذا الموضوع هذا حركت زي ما بنحاول الصوبة لمزرعة دواجن بنحاول الصوبة لمزرعة دواجن أنا بعزل الأرضية بتاعت الصوبة بشيت بلاستيك عشان نسبة الرطوبة بحيث إن أنا لما أجي أستخدم التدفية بيبقاش فيه جزء كبير مهضر نتيجة الرطوبة اللي جاء من الأرض وبعد كده بحط الفرشة تمام بعمل جزء من الصوبة زي الحضانة وهو ده اللي بركز فيه عملية التدفية وبحط الإنارة وبنحط بعد كده المعالف والمسائي زي العنبر تماما اللي هو العنبر الطبيعي الميزة كمان في الصوبة حاجة إن لو أنا عندي مناطق متطرفة لو أنا عملت إنتاجية الدواجن بشكل كبير عدد الناس مش هتقدر تستوعب الكميات دي زي من اللي أماكن متطرفة في سينة وأماكن متطرفة في بعض الواحات وحاجة زي كده ممكن نستفيد بعدد قليل مريد دواجن بحيث العدد اللي موجود هو ممكن يستهلكه وفي نفس الوقت نستفيد بسماد موجود وابتدى بالفعل بعض الناس طبقوها وكانوا بتصلوا بي وأنا على طول بوريهم من ناحية الإرشادية تماما نحكم بقى إزاي لك جودة الأعلاف يا فن حتى تكون الأعلاف سليم أنا عامل حضرتك مسجل براءة اختراع عامل معمل صغير لاختبارات العلاف تماما أنا مغير التفكير بدل ما أخذ العلاف وأعمل تحليل كامل ليه بروتين وطاقة وألياف وديه أنا بعمل حاجة تانية إن أنا بكشف الأول عن الغش لو ثبت إن مادة العلاف مخشوشة ما فيش داعي أعمل كل التحليل الباقي وده على فكرة بإمكانيات بسيطة جدا بحيث إن ممكن حتى الراجل في مزرعته المراب في مزرعته أو التاجر أو مصنع العلاف أو حتى المعمل الكبير قبل ما يبتدي يعمل تحليل الروتينية العادية يبتدي الأول يكشف عن الغش ومراكب بالفعل معمل لكشف غش الأعلاف في كلية الزراعة جميعين شمس تمام إزاي بقى نحيي التربية المنزلية في الريف وحدك تعلم يمكن الريف المصري كان زمان من أكثر المناطق اللي هي إزاخرة بهذه الخيارات تربية الدواجن والمواشف هو عشان نحيي التربية المنزلية إحنا لازم نقول إن البطلة فيها زدور مين الستة اللي بتربي الستة اللي بتربي دواجن في الريف هذه السيدة قدمت خدمة المصر خدمة جليلة جدا قدرت تحافظ على السلالات المحلية من عهد الفراعنة إلى يومنا هذا مين يعني نادرة ما تلاقي مزارع متخصصة في الحمام مزارع متخصصة في الوز البلد بتاعنا لكن هي قدرت تحافظ على هذا لسبب لأن سبعين في المئة من داخل الأسرة في الريف معتمل على الدواجن ست المصرية دية المربية ربت أولادها وجوزت أولادها وعلمت أولادها من تربية الدواجن وقدرت تجد مصارات تسويقية بحيث إن تقدر تبيع هذه الدواجن بطريقة إن هي ممكن تجيب لها عائد كويس جداً جداً فأنا بصراحة كان شوق للشاغل اللي أنا بصراحة اهتميت جداً إن ست دي لازم أقدم لها حاجة فأنا مصمم عشة آآ ست ممكن تربي الدواجن من غير ما تلمس الدواجن إزاي بقى دكتور؟ هي العيشة شكلها هرمي وبتتقفل تبقى زي الشنطة العيشة أنا لو أنا لابس بادلة كده وانا بقول لحضراتك أنا لو أنا لابس بادلة كده أنا ممكن أحط علف ومية للدواجن من غير الحزاء بتاعه يتلوث ولا ما لابس يتلوث هي العيشة عبارة عن شكل هرمي فيها مجموعة أدراج درج للمية ودرج للعلف وشبابيك سلك وأنا عامل النموذج دوت وأنا بقدمه للوزارة يعني هداية يعني ممكن نطبق في أي قرية من الكرة تمام هنكلم بقى يعني عن تفاصيل هذا النموذج وإزاي ست الرفاة إنها تحاول تربي الدواجن من غير ما تلمسها وكل هذين نظرات ولكن أساسا بس أحداك نروح لفاصل ونرجع نكامل كاملنا في هذا الحديث فاصل مشاهدين ونرجع نكامل مع حضراتك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سPeة حيا على الصلاة يا صلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح اشتركوا في القناة لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضعه اللهم المقام المحمود الذي وعده وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة انتجنا حققنا والمحاصيل زادت يا ولا انتجية الامح زادت الـ 24 ارداب ايه الجمال ده والبطاطس 18 طن يا دي الخير يا دي الخير والبرسيم زاد 40% والخضروات هي كمان زادت 40% مشروع الزراعة نظيفة من بايوتيك ايه ضمان دكتور ريدا اللي حرفت مع بايوتك الغير اوزا فاكرين مين البنوتة دي؟ طيب عارفين كل الناس دي مبسوطة ليه؟ البنوتة دي اسماء اللي مسحتوا دموعها ووصلت بيكم ربنا للشفاء بحمد الله والناس دي اللي نجحت بعد فضل ربنا انها توصلها للشفاء اسماء قصة نجاح منكسس أطفال كتير مؤسسة مستشفى 57 تلاتة سبعة وخمسين لعلاج سلطان الأطفال رحلة عين هدفها الحياة موسيقى 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 قبل الفاصل كنا نتكلم مع الدكتور عن إحياء وعودة تربية الدواجن الخاصة بأريف المصر والدكتور أكد أن الدور الأمثل يتوقف على السيدة الرفية وكمان قال لنا أنه عنده تجربة جميلة جدا وممكن من خلالها سيدة الرفية تتعامل وتتربي الدواجن بدون تعامل مباشر معها خلونا نرحب مرة تاني بالدكتور أحمد حسين أستاذ تغذية الدواجن وأمين لجنة الاختراعات بجامعة الدول العربية هلا بيك يا دكتور مرحبا سهلا كلمنا بصفادة عن هذا النموذج وإزاي سيدة الرفية تستطيع أن تحصل على أفضل انتجية من التربية الخاصة بالدواجن وفي مشكلة كبيرة جدا عند يعني بعد ما حصل الموضوع بتاع انفلانزة تيور إحنا فوقنا طبعا للأسف الشديد طريقة التربية عايزة تتعدل بشكل كبير جدا كل العشش اللي موجودة دي عايزة تتعمل بطريقة بحيث أن الست لقدر الله لو حصل انفلانزة تيور نمنع عملية التلامس بينها وما بين الطيور عشان نحجم الإصابة بالمرض سنين عملت تربية الطيور ده موروس شعبي ست متورسية عبر الأجيال فما نقدرش نقول لها ما تربيش الصح أن أنا أقدم لها النموذج المثالي للتربية هنا أنا عليه عملت هذا النموذج الفكرة كلها أن أنا ما بفردش عليها شيء معين عشان تشتريه لأ أنا بقول لها النموذج ممكن يتعمل من الخشب ممكن يتعمل من الجريد ممكن يتعمل بأي طريقة ممكنة بحيث أن أنت تربية دواجن بصورة آمنة ونفس الوقت بنلاقي في القرى عملية تربية الدواجن بتتم بصورة عشوائية وده كان إحدى الأسباب في تفشي المرض فإحنا بنقول إن إحنا لازم نعمل خطوات تنظيمية لهذا الموضوع بحيث أن عملية تربية الدواجن تنتظم في الريف ويتصب في الإنتاج الداجني العام وهذا من بعض الخطوات اللي المفروض تتأخذ في الاعتبار نعمل حاجة اسمها البطاقة الداجنة بحيث أنا كل الستيدي أعرف نوعية الداجنة اللي بتربيه وعدده وعمل لها إعادة تأهيل للعشة اللي موجودة عندها والمسائي والأكلات وبعدين نعمل حاجة اسمها القرى الداجنة بحيث إن الدواجن تخش في وقت معين وتخرج من وقت معين عملية إنها بتتدبح بصورة عشوائية نحن نعمل نقاط دبحي سريعة نعم بحيث إن المحلات تبعت المعدات بتاعتها في هذه النقاط الدبح نعم والفراخ بيتم فحصها أو أي داجن وبيطلع مبرد ويتباع تاني فين في المحلات يبقى أنا كده كمان خليت المخلفات تطلع بصورة أمينة وقصة بتاعت المحلات قدرت إن أنا أأمن عليها عيفيد هذا كمان حاجة إن ما ينفعش أي مغزر في العالم يدبح وزة جنب بطة جنب أرنب جنب فرخ يبقى لازم الحل هي نقاط الدبح السريعة عشان نحل هذه المشكلة أفضل أنواع السلالات الموجودة عندنا دولوقات يا فاندم لحدك تنصح يعني إنها بكثرتها وكثرتها دولوقات السلالات والله في جهود المعهد كبيرة جدا في هذا الموضوع في التحسين فعملوا حاجات بعض السلالات المستنبطة اللي هي المنتزة الفضي والدهبي والسلالة الانشاص السلالات ديت المهاردة يعني ممكن تجيب كيلو في حدود أربع شهور طبعا وكده إحنا يعني وصلنا لأنه بس عملية التحسين ديت بتحتاج لتكاليف عالية جدا مصرفات عالية وأماكن كتير ولكن الحمد لله المعهد ماشي في خطوات في عملية تحسين السلالات طيب في تربيد الدواجم بصفة عامة تنصح المربي خاصة المربي الصغير اللي احنا بنحاول دلوقات نعيد النشاط ده في القرى المصرية الرفية تنصحه بياخد باله من إيه إزاي يكون نوعية المباشرة والمتابعة هو يعني البادئ إزي بدأ أبن حاجة عندي إن لازم يعرف إزاي يحضم جميل يعني بنلاقي مشكلة كبيرة جدا ست رفية أو المربي في الريف يجيب 200 كتكوت يبقى عنده 50 أو 20 بزر ده إن إيه عالية العلامة الاستفاهم ديت إن هو ما بعرفش يحضن كتكيت يحضنهم إزاي بقى؟ يحضنهم يعني معناه إيه هو لازم يوفر لهم عملية التدفية لمدة 3 أسابيع ده بنسميها التحضين لأن الجهاز اللي بينظم درجة الحرارة جوا كتكوت والجو الخارجي بيكتملش تكوينه ألا بعد 21 يوم فالنظام الأديم إن هو للأسف الشديد بيجيب الكرتونة أو الست بيجيب الكرتونة وتحط فيها كتكيت وتحط عليهم شوال كل شوال تشيري شوال يتهويه وبعدين تحط إيه إيديها جواه العملية دي أولا العدد بيبقى كتير جدا على نفس المساحة عملية تشيل الغطة وحط بيحصل عرقة فبتدي الكتكيت تصب أمراض عشان كده في الفترة الأولانية بيحصل وفيات نسبة كبيرة أنا بقى بنصحها إنها تعمل حضانة بمنطقة البساطة إنها بيجيب 3 شيلات بتوعيش اللي هم جريد بتلبسهم في شوال وتعمل حاجة 1, 2, 3 وتحطوا جواه لإن بلام بره شرايط لإن بلام بره شرايط بتاعت كهرباء يبقى كده الموضوع مهوى وفي نفس الوقت محافظ على درجة الحرارة جوا بعنيها بس هتقدر تلقى درجة الحرارة مش هتحط لترمويتر ولا حاجة لقى الكتكيت بتتلمع اللمبة يبقى إذن عايزة تحط لمبة أكبر أو تزود عدد اللومت لقى الكتكيت بقعد قوي يبقى درجة الحرارة أعلى دي تأهم حاجة تستبسيط كده تستبسيط كده تستبسيط ممكن تحافظ عليها المشكلة التانية الرئيسية غير التحضين هدر العلف الدواجن بتاعتنا البلدي بتاكل كده الدواجن البيضة بتاكل كده فللأسف الشديد بيطلع كم هدر جبير جدا المعالف المعمولة للفراخ البيضة لا تصلح أبدا للفراخ البلدي بتاعتنا يبقى أنا لازم أعمل معلفة بفرق ما بين الاتنين بالضبط أعمل معلفة تحج من الكتكوت على إنه ينكش العلف إزاي أنا بجيب قعدة اللمب الفروسينت المكان اللي بتحط فيه الترانس وروح جاي بسلك أو حبلة حتى وحطت فيه العلف الفواصل جاية بتمنع الفرخة إنها يتإيه تنكش العلف فبحاجة بسيطة جدا أنا ممكن لأن العلف ده أغلى حاجة في المكونات ده 75% من تكلفة المنتج يبقى لازم أحافظ ده على شوية العلف اللي بتحطها جميل فدي أفكار بسيطة جدا المفروض يعني 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 من نفذتكو هنا في مصر الزراعية هتنقلوها الكنام ده باستمرار لأن عملية التغزية الهدر اللي بيتمي فيها عالي جدا جدا سنين تمام من وضوع الميا بيحصل غرقات في الميا وكتاكيد بتشرب وبتاع بيحطوا حجر والحجر يمف عليه طحالب وفطريات وشغلانة تمام أبسط حاجة بنجيب علبة سمنة قديمة ونعمل فيها خرم وسمار ونحطها في طبق أكبر وبنملاه ميا ونروح ألبيل هتبقى زيها زي المسأة العادية دا لو مش عايز تجيب مسأة عادية هي دية أبسط حاجة عندها لأن أنا مش عايزة تطلع بره تشتري بفلوس أي حاجة لأن دا كله هيبقى عبقى عليه وبعد ما تخلص الدورة بتاعي دا ممكن العلبة دي أساسا دي مخلفات صلبة ممكن يعني خلاص خلص منها فهي أفكار بسيطة لكن في نفس الوقت ممكن هتخلي دورة الدواجن اللي بتعملها تنجح تماما تقول ليه بقى لستر فيه بعد النصار الحديث انت قلتها دلوقت يا فندم الأرشادات اللي ممكن تتبعها خلال عملية التربية وتنصحهم حتى نعيد رونك بقى يعني صناعة الدواجن الخاصة بالمناطق الرفية زي ما كانت تبقى لا أنا أنا بقول لها يعني يعني حاول بقدر إمكان ما تستني فيش حاجة من جرتك لأن ممكن جرتها يكون الفراخ عندها أمراض فيها أمراض لما تنزلي بالكتاكيت السوق وترجعي تاني ما تحطهمش على طول مع الكتاكيت بتاعتك سيبوهم فترة لحد ما يبقى أنهم مكويسين أن كده أنهم راحوا السوق يعني معناها ممكن يجبولك أمراض بالنسبة للتعداد حافظي تماما أن العلف ما يكونش المبسوس ما يعودش فترة طولة قدهم عشان ما تخمرش فيصابوا بالأمراض دكتور يعني الأسف في المناطق الرفعية يعني بنشوف بعض الظاهر السلبية مثلا الصبح بتفتح باب الخاص بالكتاكيت أو الفراخ بتاعتها وينطلقوا بقى في الشارع ويروح بقى الاترع وينطلقوا بقى في المناطق وفي الأخير هو يعني دي طبعا أحد الصور السلبية خلينا نقول حاجة فاضح إن الفراخ في جزء كبير جدا من العلف اللي بتاكله هيروح في العملية المجهود اللي بتبزله ده لأن كل ما بقى حكومه كل ما هيزيد الوزن عشان كده بنلاقي حتى الفراخ الشمرط أساسا لأن الفراخ بتاعتنا البلدي أو المستنبطة أولا سريعة الحركة وعصابية جدا هتلاح حتى الشمرط الصغير ده هلاقيه بيشد لأنه بيبني عضلة ما بيبنيش يعني لح نسبة كبيرة لأنه هو طبيعته يعني سريع الحركة فإذا كان هو سريع الحركة أنا كمان أوسع له مسافة أكتر ومياء العلف اللي بياخده يضيع كله في عملية الحرك فلازم أحكم المكان اللي بتربى فيه خلوش يعني يبزل مجود كتير يعني يعني إحنا لما نشوف الفراخ البيضة عن لقى أنها بتاكل وتنام يعني يا دوبك بتاكل وتنام عشان كده بتبني على طول وزن عالي لكن الفراخ البلدي محتاجة أنها تتحجل ده زائد بقى ده زائد كمان أنه طبعا التركيبها الوراسي وأهل أنه يزود الوزن تمام رؤية حضلك لصناعة دواجن بصفة عامة عندنا في مصري والله رؤية رؤية بالنسبة لصناعة الدواجن لابد الاهتمام بالتربية في الريف والتربية المنزلية وإننا نعمل إعادة تأهيل لها عشان سبعين في المئة من داخل الأسرة في الريف هو من الدواجن تمام فإحنا المفروض نعمل إعادة تأهيل عشان يصب في الإنتاج الدواجن العام المنظومة العامة للدواجن ده يعني بصناعة الدواجن المتوسطة أو الصغير مشاريع الصغيرة لو كلمنا بقى عن المزارع الكبيرة بقى دكتور انت شايف بحكم خبرة حضرتك ايه أكتر الأخطاء اللي بيقع فيها يعني أصحاب المزارع ده أو القائبين على هذه المزارع الكبيرة المزارع الكبيرة بيتحكمها بعض الاعتبارات الناس بشغل دمالها منها إن مواد العلاف معظم احنا بنستورد لا الكتكود بنستورد الأدوية بنستورد طمعا ولكن أنا بقول لهم إن إحنا المفروض نعمل عملية اسمها إن إحنا لازم نحافظ على السحة المستهلك يعني في بعض المزارع بتخطئ إنها بتسيب الأدوية لحد التسويد وده بيأثر تحط أدوية المفروض في مواعيد معاناة الأدوية بعمل لها حاجة اسمها وزدرول أو سحب قبل عملية الدمح ده المزارع ثانيا لازم تتنظم عملية الاستراد مواد العلاف الخام من برا ونحاول نوجد منظومة علافية من بعض الانتاج عندنا تسد إحنا عارفين إن الأرض بتاعتنا محدودة والمية محدودة أنا مش أقدر أزرع الحبوب كلها اللي أنا بيستوردها من برا ولكن لازم نوجد لأقل منظومة علافية بحيث إنها تأمين لي انتاجية الدواجن لأنها بقت سلعة أساسية من نسبة للإنسان المصر يعني زي ما حدك قلت يا دكتور نطمن صادر المشاهدين إن صناعة الدواجن في مصر الحمد لله على ما يرام وإن نسبة الإكتفاقية ذاتي كبيرة جدا عندنا ده متى بنلجأ للإستراد من الخارجي فعندما يعني ما تكون نسبة الإكتفاقية؟ هو الوقت الإستراد اللي تم من الخارج ده في الفترة اللي كان فيها عملية إنتاج الدواجن ما كانش بيافي بالحتياجات بتاعتها ثانيا النهاردة الدواجن بقت سلعة أساسية بمعنى إن حتى عملية التجزئة بتاعتها بقت واجبة أساسية وأصبحت المجزئات بتاعتها بالنسبة لكل شرايح المجتمع بعد ما كانت شرايح معينة تبدأت تنتشر في المحلات الشعبية وزر المناطق فإذن زاد أوي استهلاك الدواجن عن الصورة المعتادة بتاعت زمان الأصناف اللي بنلجأ للإسترادها هل هي نفس الأصناف اللي عندنا أو الأصناف تانية؟ لا لما بنستورد من بره بنستورد الهجن الدواجن اللي هي بتجيب النهاردة مثلا 2 إلى 4 في 35 يوم و40 يوم الفكرة طبعا الفكرة بعيدة تماما عن قصة يعني هي دواجن مهندسة محسنة وراسية مش مهندسة محسنة وراسية زي التركيب العلف جيدة بتديني هذا الوزن نتمنى يا رب أن كل سادة المشهون يكون استفادوا حدك ذكرت كثير من النمازج اللي ممكن الاقتناء بها في الريف المصري والسادة الرفية أنها تحاول تقتني بهذه الطرق الآل عليها دوكتور طرق بسيطة يعني وسهلة أو موجودة عندنا يعني عربة السامن موجودة أعتقد في كل البيوت الرفية والمعاملات الصحيحة والسليمة ويوريت أن احنا نتجنب تعرض الأفراخ أو الدواجة بصفة عامة لأي منصادر ممكن لقدر الله تلحقها بأي إصابات فينات هذه القابة أشكرك جدا الدكتور أحمد حسين السادسة تغزية الدواجن وأميل لجنة الاختراعات بجمع الدول العربية شكرا لك يا دكتور وتحب حدك يا فانو شرفتين يا فانو مشاهدين الأسف بقت برنامجنا خرص ما حدرتكم بسرعا شواء اللقاء جدا يتجدد مع برنامجكم اللون الأخضر تحاد فري العمل وتحاد عاصمي شندويلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة